تختتم اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبراني وأنظمة استخبارات المعلومات الذي يعقد في مصر المرة الأولى ووصل حجم الاتثمار في هذا القطع الجديد حسب آخر إحصائية العام الماضي 175 مليار دولار أمريكي حجم الاتثمارات على مستوى الدول والشركات وهذا هو المعلن وهو رقم في صعود دائم وتناول المؤتمر والمعرض كافة الجوانب المتعلقة بالأمن السبراني حيث تنوعت أجندة المؤتمر والموضوعات التي تم مناقشتها ومنها احتياج العالم إلى 3 مليون ونصف المليون وظيفة في الأمن السبراني أهلا بكم في ختام اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS Egypt في نسخاته الأولى والتي انتهت بانتهاء فعاليات اليوم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من الجهات الحكومية ذات الصلة وبالتعاون أيضا مع تحالف من شركات القطاع الخاصة مستقبل الأمن السبراني ومنقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا المجال وتأثير الهجمات الإلكترونية على القطاعات والصناعات المختلفة وكيفية مجابهة وبناء استراتيجيات مارينة للأمن السبراني لتأمين البنية التحتية المعلوماتية من شكل كامل كل ذلك من العناصر التي تمحورت حولها المناقشات والفعاليات خلال الأيام الثلاثة المنقضية من عمر المؤتمر حدث هام تكللت نسخته الأولى بالنجاح وسط إشهادات محلية وإقليمية وعالمية بخصوص التنظيم وبخصوص ما تضمنه هذا المؤتمر وهذا المعرض من فعاليات ليعلن أن مصر قد خطت فعلا خطواتها السباقة في التحول الرقمي ومجارات العالم الحديث في التحول الرقمي والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين الجمهورية الجديدة عنوانها الحداثة والإصرار على أن تكون مصر في زاوية جديدة تليق بها لتضاعها في مكانها ومكاناتها الحقيقية وسط دول العالم الحديثة إلىكم